أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الرابع إلى حصتنا الجديدة لهذا اليوم لننتقل إلى التدريبات الصفحة التاسعة والأربعون وحديثنا عن جمع التكسير قلنا يا رابع أن الأسماء إما أن تكون مفردة أو مثنى أو جمع الأسماء المفردة مثل البيت، ولد، طيارة، حاسوب، أسد أما الأسماء المفردة مثل أسدان أو ولدان أما الجمع فعندنا ثلاثة أنواع للجمع فما هي هذه الجمع؟ عندنا أولا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير جمع التكسير يجمع به الجمادات والحيوانات والإنسان مذكرا كان أم مؤنثا مثل طلبات اللاب، هند، هنود، قطط، ملاعق فجمع التكسير هنا ليست له قاعدة معينة فهو لا ينتهي مثلا بواون ونون ولا ينتهي بألف وتاء جمع التكسير عند كلمة صديق مثلا فتجمع أصدقاء ماذا حدث؟ كسرنا الكلمة أضفنا لها ألف وهمزة أسد غيرنا في الحركات فقلنا أسد سفينة جمعها سفن قللنا عدد الحروف إذن فليست له قاعدة معينة لجمع التكسير نأخذ أيضا الأمثلة التالية كتاب ماذا أصبحت؟ كتب فاكهة أصبحت ثواكه مدرسة ماذا أصبحت؟ مدارس فمرة نغير عدد الأحرف مرة نغير الحركات فجمع التكسير إذن ليست له قاعدة معينة إنما أخذه العرب سمعا فنحن نسمع أن نجمع كتاب كتب وليست أكتاب مثلا إلى هنا أعزائي طلبة الصف الرابع أتمنى منكم حل التدريب الأول والثاني من الصفحة التاسعة والأربعون استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر